قصة واحدة يكثر الحديث عنها حاليا وهي الحرب المستمرة على لبنان حرب تلخص تداعياتها الصور التي نشاهدها أمامنا ضبار في كل مكان تصعيد مستمر قابله تحرك ديبلوماسي من جوانب عدة ومحاولات سريعة لوقف الحرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعرب عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق بينما جاء رد من إسرائيل بنشر بنود المقترح هيئة البث الإسرائيلية نشرت وثيقة قالت إنها لنص مقترح وقف النار في لبنان سبعة أيام لخروج الجيش وشهران للتنفيذ الكامل هو أهم ما جاء فيها نص الوثيقة المسربة حدد التزامات الطرفين في حال الاتفاق وقف كامل للأعمال الحربية على أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية تطبيق الاتفاق في الجنوب المقترح أشار إلى احتفاظ إسرائيل بحق التحرك عسكريا بالتنسيق مع واشنطن في حال وجود تهديد وشيك ليس هذا فحسب فخلال هذه الفترة سيتم نشر نحو عشرة آلاف جندي لبناني على طول الحدود مع تسهيل انتقال قوات اليونيفل وفقا لمسودة الاتفاق هذه المسودة التي أشرت إلى ضرورة مصادرة أسلحة حزب الله ومراقبة نقل الأسلحة عبر الحدود وفي نهاية الستين يوما سيتم عقد مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية بشأن التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701 وحل النزاعات الحدودية